لما تم سحب الاسئلة وعمل المراجعة والاجبات النموذجية طيب النموذج اللي انت اجبت عليه يا باشا حضرتك عملت تصحيح ازاي عملت تصحيح ازاي النموذج اللي هو موجود عندك ده وتسحب من بنك المعلومات بنك الاسئلة حضرتك عملت اين نموذج صححته ازاي اللجنة حضرتكم من اللي بيختارها اصلا اللي عملت هذه المصيبة لون بقول لكم ده ما لا يمكن يحدث ابدا صححت طلعت نتيجة عملت النهاردة حالة في البيوت المصرية نتيجة تاني بقول جريمة وليس خطأ طبيعي ان ده كمان انا في ناس بعتولي رسائل قالوا لي احنا كمان مواد بتاعت عزين الصحاحة والرجاء ما طبعا هتدي مجال كل واحد يقول لك انا هجيب ستين من ستين حد يقول لك انا جايب اربعين من اربعين انتو شفتوا فتحتوا المجال لإيه لانه مسألة السقة في النتيجة مسألة السقة في التصحيح حتى لو بتكلم على مادة واحدة ده النتيجة دي هتخلي طلبة ممكن يبقوا هنا هينزل هنا وممكن حد يبقى هنا يطلح هنا على طول يعني يبقى فيه تعديل في قائمة الاوائل تخيلوا تخيلوا اوائل احتفلنا بيهم والسيد الوزير احتفل بيهم واثرهم واحتفلات ولا ممكن يبقوا الاول ممكن يبقى التاني مثلا معرفش مني يعني لكن بقول لكم هيعدو استعديل فيه واحد ممكن يبقى التالي هتلاقوا الاولاني هتلاقوا اول سنة عامة خلاص بعض الفرح مفيش فيه طالب قال لك انا كنت متأكد هجيب ستين من ستين مش تمانية وخمسة مثلا يعني فتحنا المجال لانه حصل جريمة ارتكبت في حق الطلبة عشان فيه لجنة معنية غير مسؤولة مرعتش ربنا حتى وهي بتصحح فعملت هي التربية والتعليم حالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الاسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة هو دا الموضوع هو دا الموضوع يعني انت عندك نموذج اجابة طلع النموذج اللي عندك غلط نموذج غلط صححته غلط عملته اجراءات غلط ازاي ما خدتش بالك ازاي ما خدتش بالك من الاجابات ازاي انا باسأل والله مليون سؤال واي حد يقود رد علي مليون سؤال باسأله ازاي اللجنة ما فهمتش الحكاية ما خدوش بالهم من اجابات الصح والغلط ازاي بعد اعلان النتيجة واعلان الاوائل واعلان التنسيق نقول اكتشفنا مصيبة في تصحيح مادة الفيزياء في السنوية العامة اللي هو اللي هو ايه اللي هو المعنى ايه اللي انا بقدمه لولدنا والاولاء الامور وللدنيا كلها لازم اللجنة دي تتشاف يا جماعة مصاير ولدنا ومصائر البيوت والاولاد والأسر سنة كاملة تعب وجانا اضيع طلبة باهمال اهمال جسيم اهمال جسيم دخلهم يبقى معلم او مصحح او لدنة كبيرة لدنة هي اللي سابين مستقبل ولدنا في ايديهم مستقبل ولدنا في ايديهم وهم اللي بيضيعوهم بعنى هزين لدنة ما فيه لجان كويس وعملوا تقديراته وتمام ما فيش مشكلة لكن بعنى هزين لدنة لم تكن لديها اي مسئولية وهي بتصح ما رعوش ربنا هما بيصححوا يا حالة اللجنة مسئولة عمر راجعة الامتحان وانموزج الاجابة بعد سحبه من بلوك الاسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة الاجراء المتخز يأتي في اطار مسئولية الوزارة الاجراء المتخز يأتي في اطار مسئولية الوزارة الاصيلة عن تحقيق العدالة وضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة واللي انا عرفته واللي انا عرفته بشكل شخصي انه سيادة وزير محمد عبدالعطيف رفض انه يعد الموضوع ده رفض اصر على الاعلان والاعلام الاثنين مع بعض اشتركوا في القناة